موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت الآن تتابع الحلقة الأخيرة من سلسلة تال في بطولة المرشحين عام 1959 الحمد لله رب العالمين احنا خلصنا السلسلة استمتعت جدا بكل مباراة في هذه السلسلة عشت أجواء البطولة من قلبي شفت تال وهو قاعد على الرقعة من أول جيم وإيه شعوره على الرقعة والحرب اللي حاربها على الرقعة عشان يوصل للي هو فيه النهاردة ولكن خلينا ما نستعجلش لسه البطولة مش محسومة لتال زي الكلام ده احنا في المباراة الأخيرة المباراة رقم 28 كل اللعيبة قاعدت على الرقعة تال قاعد قصاد بال بينكو ومعاه 19.5 من أصل 27 مباراة صاحبنا بول كيريس معاه 18.5 من أصل 27 مباراة يعني فيه فرق بنت كامل ما بين تال وما بين بول كيريس لو تال خسر وبول كيريس كسب بول كيريس هيروح يلعب على طوط العالم إزاي؟ 19.5 و19.5 المعروف أن بحسم التعادل باللقاءات المباشرة بول كيريس كسب أكتر من تال الحقيقة ما دورتش على طريقة حسم التعادل في هذه المسابقة لكن على الأقل مستحيل أن تال كان هيروح يلعب بطولة العالم وهو متساوي في عدد النقاط مع بول كيريس وفي نفس الوقت خسران من بول كيريس 3-1 في المسابقة حتى الآن تال غير ضامن أنه بطل بطولة المرشحين فقعد يلعب بالبينكو وإيده على قلبه وبيلعب كويس بيلعب على مكسب وعينه كمان على رؤعة بول كيريس يلا بينا نشوف إيه اللي حصل في اللحظة اللي تحس أنت عايش أجواء البطولة كده بتنساش تعملنا لايك لذيذ ويلا بينا بيدأ ملك من تال سي فايف من صاحب ما بال بينكو نايت أف ثري جي سيكس الهايبر أكسلريتر دراجون دي فور أوبن سيسيليان هفتح الوسط مرضاش يأكل على طول فيه طبعا تفريع تيكس بس يمكن يكونوا بيقلقوا شوية من كوين تيكس عشان لها شوية حفظ كده سخيف فالأول ما حبش يأكل لكنه حط الفيل على الوطر نايت سي ثري نايت سي سي سيكس ضاغطا على البيدق وبيشب سي فور تبييت وبيشب بي ثري وهل الشكل ده بيفكرك بحاجة لو الشكل ده فكرك بمباراة فشر وصاد سام ريشيفسكي اللي لعب فيها ريشيفسكي هذه النقلة والتي كانت بلندر ولعب بعدها اي فايف والحسان رحنة وفشر اما ضحينه انا مبسوط ان ذاكرتك الشطرنجية جيدة وساعدتك ان المطش ده تفتكره اما لو ما فتكرتوش فهتلاقيه في الاي فوق من اجمل مباريات القناة وفيديو قصير وممتع جدا نرجع بقى للمطش بتاعنا اللي تلعب فيه في الشكل ده النقلة الاساسية والسليمة دي سيكس لمنع ال اي فايف وعليها اف ثري نايت اي فايف دلوقتي امان انا عاوز الفيل الجامد كوين دي تو انا ناوي اكسر الفيل ده مع الفيل ده احتمال ابايت طويل والعب جي فور ايش فور ايش فايف وافتح الفايلات على المالك بسرعة ودي كيش مات نايت تيكس اي تيكس بشب تي سيفن ناوي الف الفيل ويلعب على الشكل ده ويساعدني في اني ألعب الدي فايف لو لسود اخد الدي فايف بامان اموره هتكون كويسة تال يا ترى يبايت طويل وهي مش غلط بس هتسمح باي فايف على طول اي فور واللعب هيبقى سريع على جناح الوزير يا ترى يبايت قصير هيبقى شكل بوزيشنل مش ستايل تال وخصوصا انه فقد امتياز الفيلين ومالتال يلعب ايه يلعب بستموف على الانجن جي فور ومن بعدها ايتش فور ومالكه في نص الرؤعة اه لسه كده مستني وراكز هو الراجل ده ناوي يلعب دلوقتي ال اي فايف وانا اكمل وفي اللحظة الحاسمة لما حسن الامور هادية ابقى بيت يمين او شمال ولا ايه اللي هيحصل انا لعبت الجي فور ويناوي اهجم الخصم كان قلبه طيب بالب بينكو لعب بيشيب سي سيكس ما لعبش يعني النقل الجامد في الشكل ده تال قال له كاتر قال في خيرك انا مكمل بيتش فور هنا على فكرة دي فايف مش موجودة عشان اي فايف قوية ويعني منظر زي ده الفيل بقى وحش الاف فور بقى اربعة على تلاتة وقوية قوي جدا اخبالك فالدي فايف مش موجودة حتى الان يمكن عشان تلعب الدي فايف محتاج تلعب الاول اي فايف عشان تمنع انت ال اي فايف ولما الحصان ده يمشي او ياكل كاتر الف خيرك الدي فايف يمكن تيجي في لحظة من اللحظات ولكن الشكل ده برضو على الانجن احسن شوية للابيض تفوق اتنين للابيض المهم بالبينكو لعب ايج فور اوكي تال على طول قال له تعال انكسر الفيل بتاعك المدافع كوين تبي سيكس صباح الفل انت كده بتهرج انت محتاج عشان تلعب الشكل ده تفتح اي فايلات او تفتح السنتر نتيجة هجوم الجناح كوين بي سيكس ابدا ليست نقلة مقترحة كان افضل نقلة يلعب ال اي فايف برضو ولكن كوين بي سيكس خلت التفوق يروح من واحد ونص لحد اربعة للابيض تخيل بيشوب تيكس كينج تيكس بيدق في بيدق الجناح بيتفرتك ومفيش اي كاونتر بلاي للاسود وهنا اخيرا قرر يلعب ال اي فايف بس بعد ايه بعد ما مالكك بقى في الشارع يا رجل وبتلعب مع تال يا رجل ده ده اسطورة الهجوم بست موف على الانجين فكر واقول انا هعتبر ان انت فكرت ورجعت وعملت لايك كيش تيكس ما هو لو ما اكلش واستخبه في حتة الوزير جاي لو اكلت الرخ ممكن تيجي بعد تبيض طويل الرخ تيجي وتدي خلاص ما تتبق بلاوي زرقه فاكل ده له كيش الرجل هيستخبه والحصان هنرجعه في اي وقت لو عايزين ناكل الاول بكيش يستخبه وبعدين ياكل الحصان تيك كير ما تديش كيش من هنا علشان ما تخسرش المباراة وبرضو ما تحاولش ان انت في شكل زي ده تبيض طويل مثلا يعني تبيض الطويل هيبقى خسارة تخيل عشان تجيب الرخ التانية بقى وتدي مات لا كيش دي جامدة الملك يستخبه بعدين نايت اي ايت ما فيش متات كيش بتدارة وما فيش متات الوزير ماسك الوطر الجامد ده وتفوق واحد للأسوة تخيل؟ فنازم تلعب صح لحد اخر اللحظة بعد ما اكلت كوين اي ثري بكيش غطينا ما فيش مشكلة كينج ايش سافن كيش كينج ايش ايت كيش وبعدين تال بعد ما تحرك يبص على رقعة بول كيريس ويلاقي ان بول كيريس بيخسر من فريدريك اولافسون وان تعادل بس كفاية بالنسباله انا متأكد جدا ان لو تال شاف ان صاحبنا بول كيريس كان بيكسب كان كمل بحاجة زي بعد الكيش يمشي مثلا هنا روك جي وان ويكمل ماتشو معا بدقين زيادة وجيمه جميل حاجة زي مثلا يعني فكر هيرجع يغط دلوقتي تقوله لو سروح تعالى انكسر على طول لو اكلك اكلتك ويننج خلاص لفوق خمسة لكن تال عارف انه خلاص اصبح متحدي بطل العالم بعد خسارة اقرب منافسي بول كيريس من فريدريك اولافسون في اربعين نقلة وتال يقرر انه يكرر الشكل بكشات ويتعادل وياخد نص بونت ويبقى مع عشرين من تمانية وعشرين وتنتهي البطولة وبول كيريس مع 18 ونص من تمانية وعشرين وتال كاتب في مقدمة كتابه عن بطولة العالم القادمة ان احنا هنشوفها ان شاء الله النهاردة بالليل اول حلقة ان شاء الله ان دايما بيراود كل لعب شطرانج حلم انه يقابل بطل العالم ويلعبه بس اول ما تحس ان الحلم ده قرى بيكون حقيقة بتترعب جدا جدا منه وتبدأ تقول انا خلاص مش عايز الحلم ده من كتر ما الموضوع مرعب زمان كمان يا شباب ما كانش فيه داتابيز تخش تدرس منها خصومك انت كنت بتلف على الناس وتشوف الكتب وتشوف اي ورقة اتكتب فيها الجيم انك تحضر لخصمك في هذا الزمن كان موضوع صعب جدا هنتكلم باستفادة ان شاء الله ازاي تال حضر نفسه بدنيا وزهنيا ونفسيا ضد خصمه الاب الروحي للشترنج الروسي بودفينك اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية بتشوف تعملنا لكات كتير وتشتركوا عندنا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته